تابع بداية هذا الشوط وارى العزوم ارى العزوم اللي معزمة منذ البداية الانتزاعي ناموسي هذا الشوط يقدمها ناصر بن مصبح من علي بن حسن الشامسي ينطلق بتحديات العزوم تليها مع المركز الثاني انطلاقة اسياد لمحمد بخليفة بن مايد المسافري ولكن ارى تسلل من الجانب الاخر ومن الزاوية الاخرى ارى هناك الوهيب لغيث بن علي بن محمد لينيبي مقدم الوهيب مع المركز الثالث المركز الرابع تحديات الحقة بشعار عيسى بن خلفان بن شاوي لغفلي بينما اذا انطلقنا مع المركز الخامس نتابع الضبي نتابع الضبي لعلي بن محمد من حريك المنهالي ومع المركز السادس يصل ايضا يتقدم شعار سعيد بن راشب بن حمد بن غدير الاكتبع على ظهر منصب ومع المركز السابع القدوم والتسلل والانطلاق مع الطيارة للسلطان بن علي بالسلطان بن رشيد الاكتبع سابع الانطلاقات سابع التحديات القدوم والتسلل في هذه اللحظات نتابع التابع المبارك بن هضبال بن مبارك العامري ومع المركز التاسع تتقدم تنطلق نوادر للسالم بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري ومع المركز العاشر المركز العاشر تحديات ايضا تقدم الواعية بشعار احمد بن سالم بن دري الفلاحي هذه النتيجة هذه النتيجة مشاهدين متابعين الكرام للعشر المراكز المتقدمة في هذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المتميز اولي اشواط هذا الصباح يا هل ترى وين تتجه السلامات مع هذا الانطلاق المتميز وارهني الصدارة مع العزوم مع العزوم مع هذا الانطلاق المتميز لاهداء ناموسي هذا الشوط لمالك ناصر بن مصبح بن علي بن حسن الشامسي بدأت تنفرد بدأت تنفرد بناموسي هذا الشوط ولكن الطيارة الطيارة مع المركز الثاني تتقدم تتسلل ايضا بخطة ثابتة لانتزاع ناموسي هذا الشوط بهذا الانطلاق المتميز سلمان بن علي بن سلطان بن رشيد اهلك تبي مقدما منطلقا لتحديات الطيارة المركز الثالث سياد لمحمد بن خليفة بن مايد المسافري ومع المركز الرابع وصلت الاسامي وصلت الاسامي وصلت الشعارات تحديات عتاب بشعار مبارك بن هضمان العامري ومع المركز الخامس القدو والتحديات مع نوادر لسانب بن عبيد بن حلوس العامري المركز السابع والمركز السادس انطلاقة الواعية لأحمد بن سالم بن دري الفلاحي وعلى مستوى المركز السابع يتقدم يتسلل ايضا شعار خالد سعيد بن عبدالله بن فروك الحميري مع الوارية مع الوارية اللي تقدمت بهذا الانطلاق ولكن ارصدني ارصدني المسك لعلي بن سطاب العلي بن ميرين الاكتب ما شاء الله ما شاء الله على هذا الاداء المتميز المركز الثامن المركز الثامن الشاهدية لحمد بن هلال بالزفن العفاري وتاسع الانطلاقات تاسع التحديات مشكورة لعلي بن قنازل من سعيد بن صباح العفاري المركز العاشر التقدم في هذه اللحظات مع الهبيبة علي بن مسفر الاخير يتابع يتابع الهبيبة ولكن منعود مع الصدارة نتابع البداية والتغيير التغيير اللي طرى وجرى على المقدمة الطيارة قادة المجموعة قادة المجموعة سلمان بن علي بن سطان بن رشيد الاكتب يقدم يقدم الطيارة اهالي العوير اهالي العوير ينطلقون يحتفلون حتى هذه اللحظات بأداء المتميز ولوحة الاعلان لوحة الاعلان لوحة الالف والميتر بدت الاوامر بدت الاوامر ولكن نرصد لعلي بن سطان بن علي بن ميرين الاكتبي مع المركز مع المركز الثاني المركز الثالث تتقدم الواعية لأحمد بن سالم من دري الفلاحي والتسلل مع الذهيب مع الذهيب اللي تسللت في هذه اللحظات مع المركز الرابع مع المركز الرابع يقدمها عويض بن حمد بن سيل العامر ولكن بنعود مع الصدارة المسك 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 وريحة المسك وعبير المسك على صدارة هذا الشوط أول الأشواط أول الأشواط والمسك اللي قادة المجموعة علي بالسلطان بن علي بن ميرين الاكتبي ولكن الواعية الواعية القادمة بكل قوة بشعر أحمد بن سالب أحمد بن دري الفلاحي جولة الأوامر جولة الأوامر النهائية ارصدلي والقادمة احلى في هذا الانطلاق نتابع التسلل التسلل أيضا مع العزوم المبارك بن خليفة بن زهرة أهل أخيالي خليفة بن مبارك بن زهرة أهل أخيالي ولكن الظبي لسيب السالم النايلي الشامسي اللحظات اللحظات الأخيرة تحدياتي هذا الشوط والضبي الضبي الضبي انطلقت بناموسي هذا الشوط أهل العين أهل العين هم الأقرب هم الأقرب لناموسي هذا الشوط المسك تحاول ولكن الضبي صامد 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 اول الاشواط اول التحديات يتجه يتجه راموسي هذا الشوت مع الضبي مع الضبي تهانين لسيب السالم النايلي الشامسي على فوز الضبي وسلامات لخالي العين المركز الثاني المسكة لعني بسطاب الميرين المركز الثالث جاءت ايضا نشوة لراشد بن محمد بن راشد الاغفري المركز الرابع ريفة بن مبارك بن زاهرة ومع المركز الخامس انطلاق ايضا وتحديات الذيب لكردوس بالدودة بالسالمين العامري هذه النتيجة مشاهدين متابعين الكرام لمراكزنا الخمسة المتقدمة لنعودة مع التوقيت الزمني ولحظات وصول الضبي جاءت بتوقيت زمني المقدارة سبع دقائق ثلاثين ثانية ست اجزاء من الثانية تهانين لسيب السالم النايلي الشامسي المسكة تصل مع المركز الثاني قدمت ايضا اداء متميز في هذا الانطلاق الجميل والرايع توقيتها الزمني في مسافة الخمسة كيلومترات سبع دقائق واحد وثلاثين ثانية بالوفاء والتمام تهانين لمالكها علي بسطا بن علي بن ميرين الاكتبي بينما اللي وصلت مع المركز الثالث سبع دقائق واحد وثلاثين ثانية جزئين من الثانية هو التوقيت ايضا وتحديات نشوة بشعار راشد بن محمد بن راشد الاغفر تهانين للجميع والنموس